لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد هذه الحقيقة لذلك لو كان ندرك مثلا الناس السئاس الذين يغرر بهم ويظللون أنهم بموقفهم إذا لم يشاركوش في الدستور سيبقى نظام غير شرعي ماذا ستفعل؟ خليني نتكلم بواقعية هل تستطيع أن تسقط؟ أنا أقول هل تسقط النظام؟ أنا أقول هلك وما زلت مؤمن بهذا الأمر في 22 فيفري 2019 لو لله أولا ثم تخندق المؤسسة العسكرية مع الشارع الجزائري ما غيروا شعر في بوتفليق ما غيروا في أكثر الأحوال سيمررون مجلس رئاسي ويفرضون وربما راه يحيى الآن هو رئيس الجمهوري أو سلال أو غيره من الذين يقبعون الآن في السجون بجرائم الفساد إذن ما الذي سيتغير؟ ما الذي ستحققه بهذه الأشياء؟ إذا كانت تقولي بأن الصراع في الشارع هو الفيصل الذي سيفرض ماذا؟ أنا قلت لكم الجيوش قتلت شعوبها ولما يتغير فيها شيء تحولت الأمور إلى مجرد حروب أهلية تلتقي لها الدول وتناقشها ولاحظوا سوريا لا توجد حرب عاشتها دولة مثل حرب السورية الآن روح تبع الأخبار تبع القنوات اللي كانت الخبر الأول رقم واحد هو المشهد السوري الآن معي يحكوا لي على أرمينيا وأذربيجان والحرب اللي حادثة هناك آخر شيء يتكلمون عنه أحيانا لا يتكلمونه أصل على ما يحدث في سوريا رغم أن القتل ما زال متواصل الحرب ما زالت قائمة مناطق معاناة التعليم في السجون الانتهاكات ما زالت قائمة ولا أحد يتكلم عنه لأن المصالح تغيرت أنت هل تريد أيها الجزائري أن يغدو بلدك عبارة عن مصلحة يجلس عليها فلانو عندها شاهد ليبيا جاي التركي من هناك موجود هنا جاية دول أخرى كل واحدة دولة عندها مصالحها والوحيد اللي ضايع مصالحه هو الشعب الليبي أنا لا أقول هذا الكلام لأخوفه هذه حقيقة الواقع هذا حقيقة المجتمع الدولي المجتمع الدولي لم يعد يقف مع الشعوب أبداً لم يقف يقف مع المصالح لذلك يجب أن تراعي هذه التوازنات ما الذي يمنعك أن تستمر؟ عندما جاءت الانتخابات الرئاسية في ذلك الوقت ناديت بالمشاركة كيف؟ قبل ما ما زالت الترشيحات قلت على الحراكي الشعبي أن يكون لديه ممثلين يجتمعوا ويكون مرشح باسم الحراكي الشعبي والشارع مدام تقولوا عندنا الأغلبية مدام تقولوا رأنا مسيطرنا على كل الشارع وصلوا وصلوا المرشحين تاعكم إلى الرئاسة لو عملتوه وتم التزوير وعندكم أدلة التزوير هنا راهي شرعية الرئيس على المحك عندما تكون عندك الأدلة على التزوير ولكن أنت ما شاركتش خلاص ما عندك حتى شي ما عندك حتى شي اتهامات التزوير مجرد كلام تقول فيه بناء على الدولة ومتعتادة وكذا وكذا هذا كله كلام لا توجد أدلة حقيقية تثبت أن هناك التزوير لكن لو شاركت بمرشحك وأنت تتواجد في كل صناديق الاقتراع عبر القطر قطر الجزائري وعندك نجان وكذا وكذا ومرشحك هو نجح ولكن تم إقصاؤه في هذه الحالة راح تخوض معركة أخرى وتزيد قوة للشارع الجزائري صراح يزيد قوة يدفع الشارع الجزائري والحركة الشعبة ويفرض نفسه إذا كان المرشح نتعكم شاء لنفرض يتخل هناك تقول لا الحنوشة هما اللي يحكموا الجنرالات وكذا وكذا أنت الآن عندك رئيس موجود هناك هذا الرئيس شوف التجربة التركية نختلف ونتفق معها شوف تركيا كيف وصل حزب العدالة للتنمية للحكم في مطلع 2000 ب2016 حدثت محاولة انقلابية تعرف تقريبا 16 سنة هما من الحكم ورغم ذلك وصلوا إلى محاولة انقلابية تلك المحاولة انقلابية أدت بالأتراك إلى تنظيف وتطهير المؤسسة العسكرية الآن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسيطر على المؤسسة العسكرية مسيطر على المؤسسات الأمنية داخليا مسيطر على كل المشهد الآن صار يخوض في معارك خارجية وليست معارك داخلية رغم أن المعارضة قوية ورغم أن بدأت المعارضة أردت تقوى المعارضة السياسية ولكن بقي كله في إطار صراع سياسي بين أحزاب وليس صراع تلعب المؤسسة العسكرية طرف فيه والآن المؤسسة العسكرية موالية للنظام القائم بكرة يجي نظام واحد آخر إذا تحول بقية المؤسسة العسكرية موالية ورح تلعب دور آخر هذه الحالة ستكون الأمور سيئة جدا ولكن إذا بقية المؤسسة العسكرية على حياديتها اللي يجي عن طريق الانتخابات تكون مؤسسة العسكرية معاه في خدمته أعتقد بأن هذا الأمر جيد نحن أيضا كيف تستطيع لو وصل الرئيس من طرف الحراكة الشعبي للسلطة أول حاجة رح يعرف رؤوس الدولة العميقة أول حاجة ستكون موجود بينهم واش رح يديره للرئيسة إذا انقلبوا عليه تورطه إذا خلوه رح يفرض أمور أمور وتكون ثقة فيه وأدرة رأي عنده المعطيات كل ستكون هناك استراتيجية أنت تقول مؤسسة العسكرية رأي مسيطرين عليها جنرالة فازدين ومسؤولين فازدين وعشرين سنة من حكم بوتفليقة دار فيها فساد كبير حتى داخل مؤسسة العسكرية هذه كيف رح تطهرها؟ أنت تريد أن يحدث انشقاقات المؤسسة العسكرية هذا المنشق هذا مثل ما تديره مع واحد الشرطي وكذا وكذا أعتقد بأن هذه الطريقة ستؤدي إلى تفكيك المؤسسة العسكرية وليس الحفاظ عليه لكن أنك توصل إلى السلطة برئيس وهذا الرئيس المنتخب هو الذي يتخذ قرارات في المؤسسة العسكرية ومع مرور الوقت مع سنوات طويلة تكون بذلك المؤسسة العسكرية خرجت جيل جديد يوصلوا إلى رتب متقدمة وبذلك تستطيع تطهير المؤسسة العسكرية بدون المساس بوحدتها وبدون المساس بقيمها وبدون عوني أزج بها في صراعات قد تؤدي إلى تفكيكها وتدبيرها مثل ما حدث الجيش الهيبي والجيش السوري وما إلى ذلك ونحن نرى الجيش السوري كيف تحول إلى ميليشيات آتوا مرتزقة صار جاي واحد إيراني يتحكم في كتائب ثكنات من الجيش السوري إذن هذه المشكلة أنت هذا الأمر تفديت وقلت لا ما نمشيش في هذا الجار ما الذي ما زلت تراهن على الشارع يكون أن يعود وقوموا إلى الحراك وماش نعارف واش من هذه الشعارات هاجة كورونا لم تكن تحسب لها أبدا لم تكن في الحسبان شوف الأمور كيف شوف السياسي الناجع والسياسي المحنك أنه يأخذ ويطالب ما يضيعش الفرص الفرصة جاته يستغلها ويواصل مطالبه واشي المانع أنك يصبح ليك رئيس أو يصبح ليك أعضاء في البرلمان وفي نفس الوقت تواصل لهبة الشارع وتواصل توعية الشعب ليكون دائما الحراك ورقة ضغط تساعد الرئيس إذا كان رئيس تبعك وتساعد البرلمانيين اللي موجودين عندك في البرلمان ويشكل دائما الشارع قوة ضغط على السلطة حتى لا تخرج على المسار المرسوم له ما هو الفرص أنت أنك تقول لا أنا لازم أنس أحبه لازم تغيير راديكالي تغيير راديكالي في رأيك بأمن أنت تقول تغيير الجنرالات وهذه الجنرالات حنوشة هالجنرالات الحنوشة اللي تقول عليهم أراهم حاكمين الجيش غدوة الجنرال حنش هذا اللي تهدر عليه يتخذ قرار يا أمر كتيبة بنخرج إلى الشارع واللي يلقوه الزهل عبس رأيه خرج الجيش حتى لو كان هكذا عناصر هذوك منهار اللي كامل يبعثو لك يبعثو لك رانا بن مرساد ليهم ويبعثوا لك السور اللي يصوروا فيهم مع الكسكيتان تاعوا مع السلاح انتاعوا كذا 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 ودي معجابهم وماذا يقول رايح يروحوا يطبق الأوامر أنت ما تعرفش المؤسسة العسكرية من الداخل ما تعرفش انضباط المؤسسة العسكرية انضباط المؤسسة العسكرية سيساعدك في مشروع التغيير لو كنت تسير بطريقة منطقية وبطريقة ناجية لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله